سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم لتأملنا بهذا اليوم وعيد ميلاد سعيدوا كل عام وأنتم بألف ألف خير نقرأ من إنجيل متى أصحاح الخامس والعدد عشرة طوبة للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات نقدر نقسم التطويبات إلى ثلاث أجزاء أول أربع تطويبات نقدر نلخصها في كلمة البر ثلاث تطويبات اللي وراها نقدر نشوف بها النعمة والربي يقدم إلنا هسه آخر تطويبتين اللي بيوضح موقف العالم من تلاميذه من ناحية العداوة والكراهية ليش أكو اضطهاد على تابعين ربي يسوع المسيح بالرغم منك أنت تقدر شوف بهم الوداعة، السلام، المحبة، الرحمة، النقاوة لكن العالم ملآن من الشر الاختلاف اللي موجود بين أبناء الله والعالم هو اختلاف فكري وإيديولوجي عميق هذا هو السر العداوة اللي موجود للمبادئ المسيحية المسيح بيقارن ونقدر نقارن ما بين التطويبات اللي ذكرها المسيح وما بين الروح اللي موجودة في العالم أول شي مسكين بالروح بيقابل روح التصلف اللي موجود بالعالم ثاني شي الحزن حسب مشيئة الله بيقابل روح التمتع الوقت واللذة العابرة بنشوف الوداعة اللي تعلم بها الرب يسوع المسيح بيقابل التعجرف والعدوانية الجوع والعطش للبر بيقابل الروح العالم شهوة الجسد والعيون وتعظم المعيشة الرحمة وعكسها الأنانية والذات نقاوة القلب وروح العالم المرائية صنع السلام وهل يطيقه محبو الشجار والحروب بالتعملات هاي بنشوف كثير أمور نقدر نتعلمها ونفهمها لكن أيضا بتساعدنا كمؤمنين نفهم ليش الاضطهاد موجود ليش الكراهية موجودة بسبب المبادئ اللي عطاها الرب يسوع المسيح مختلفة كليا عن مبادئ العالم إذا هاليوم أنت بتمر باضطهاد معين بتمر بتحديات معينة في حياتك بسبب إيمانك بالمسيح هو بيعرف ظروفك هو تنبأ وبلغ وتكلم أنه راح يكون عليكم ضيق هاليوم أنت تقدر تفرح معاه وتهلهل وتقول لي يا رب أنا بشكرك أنه بتشاركني أيضا آلامك في هذا العالم والرب يبركك ويحميك ويعطيك أوقات مميزة بالرغم من الظروف الصعبة اللي تمر بيها ترجمة نانسي قنقر